قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دورات جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وذلك بعد اتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية في اطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بكافة المجالات العلمية الحديثة قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دورات جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وذلك بعد اتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية بدأت الفعاليات باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورات والذي أظهر مدى ما وصل إليه المتدربون من مستوى متميز على يد نخبة من المتخصصين في مجالات عملهم كما تم عرض الموقف التدريبي الذي تضمن شرح برنامج الدورات وما اكتسبه المتدربون من مستوى علمي ومعرفي تلا ذلك إعلان نتيجات الدورة وألقى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر في تدريب وتأهيل العاملين بوزارة النقل وذلك من خلال أعداد كوادر تعمل وفقا لأعلى درجات الانضباط الذاتية مؤهلة بالعلوم الحديثة بما يواكب التطور التكنولوجي المتلاحق في مختلف المجالات أنا فعلا ساعت جدا 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 بفكرة البحث وبأسلوب تناول هذه الفكرة البحث بيظهر فعلا تعاون وزارات الدولة وأجلس الدولة المختلفة في تحقيق الأمن القوم فيما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر لتخريج أجيال متعاقبة المسلحين بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة وأعربت دارسون عن شكرهم للقوات المسلحة على ما لمسوه من رعاية واهتمام خلال فترة التدريب أتوجه بخلص الشكر للاكاديمية العسكرة المصرية وعلى الظهر العظيمي اللي بيقوموا فيه في عداد الشباب وعداد جيل المستهبل يدفرنا كمان أننا عجانب العلم والثقافي أننا ندرس بعض العلوم اللي هتفدنا في مجال شغلنا تعلمت حاجات كتير طبعاً أهمها إزاي أكون قائد في مكاني بغض النظر أنا حتكون في أي يعني وظيفتي حتكون إيه وأحافظ دايماً على علاقتي بالمرؤوسين وده بالنسبة لي حاجة مفيدة لي كالميدان بتاع اللي هو في الموقع إن شاء الله هتكون دافع لي كبير استفدت أن أنا دوري كشغلي يعني مرتبط بالأمن القومي بتاع وطني يعني مش عشان أنا مثلاً شغلة في مجال حيث أنهم نفصل عن الأمن القومي لا أنا دوري لي دور وبيأثر على الأمن القومي كمان إن شغلي كمان مرتبط بالوزرات التانية كل هيئة على حسب التخصص سواء مدني أو اتصالات أو عمارة كان بيجينا مدربين لشان نقدر نواجه سوء العمل بعد كده وفي ختام الفعاليات تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديراً لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤول وزارتي النقل والمالية